السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور أحمد محسوب من المعهد الفن الصناعي ببورسعيد النهاردة أنا جاي أكلمكم عن كيفية عمل الأبحاث طبعا إحنا كطلبة المعهد الفنية الصناعية ما عندناش خبرة في إجراءات عمل الأبحاث ما عندناش خبرة في تجميع المعلومات لعمل بحث ما أنا النهاردة جاي أكلمكم بموجز بسيط جدا عن كيفية عمل الأبحاث يارب أكون أفدكم عنوان محاضرة النهاردة هي البحوث القصيرة على مستوى الدراسة في المعاهد الفنية الصناعية طيب أنا النهاردة أنا جزأت معلومات أنت تقدر تستفيد منها بطريقة مبسطة جدا وبطريقة مفيدة جدا هتستفد منها إن شاء الله وتكون والقد تكون يعني مفتاح بسيط جدا أن أنت تقدر تدخل فيها عالم البحث العلمي تمام؟ أنا مش بكلم على بحث الماجستير والدكتورة لا ده بحث علمي قصير نشوف مع بعض طبعا أنا هتكلم النهاردة عن البحث العلمي إيه هو البحث العلمي؟ هو فحص وتقصي منظم لمادة أي موضوع من أجل إضافة أو اكتشاف المعرفة سواء كانت نظرية أو عملية ويعتمد على أسليب وترائق دقيقة منظمة هادفة تعرف بخطوات البحث العلمي وحنحاول النهاردة إن شاء الله في الورقة دية نقدم خطوط عريضة تمام؟ لأولى خطوات البحث العلمي زي ما نقلت لك البحث العلمي هو فحص وتقصي منظمي أنا قدت لك موضوع بحثي وقلت لك دورلي عليه تقصيلي عليه اكتشفولي ابحث عن المعرفة اكتشف عن هذا العنوان شوف إيه العنوان الرئيس ده بيتكلم عن إيه حلل العنوان ده إلى أفقار إلى عناصر وابدأ أخذ كل عنصر وتكلم فيه يعني لما جاء أقول لك مثلا صوم رمضان وقيام الليل ده عنوان البحث فهنقول صوم رمضان بيتكلم عن كذا وقيام الليل بيتكلم عن كذا تمام؟ وتبدأ تجمع معلوماتك عن هذه الفكرتين هكذا هو ده عملية تقصي المعرفة تعال نشوف الشريحة اللي بعد كرة تعالوا نتناول بقى مستويات البحوث هنتكلم عن مستويات البحوث في أبحاث قصيرة على مستوى الدراسة الجامعية الأولى اللي هو حضرتك اللي انت بتكون في المعهد الفني الصناعي فانت بحوثك اسمها بحوث قصيرة وهي ما يطلق عليها عادة عابرة اللي هي التيرم بيبر اللي هي الورقة البحثية اللي بقولك اعملها لي خلال الصف أنا الوقت بقولك اعمل لي بحث تيرم بيبر طبعا هو يعني مفادها ان هو بيتعمق الطالب في دراسة معلومة معين وليس الحصول على معلومات جديدة يعني أنا بقولك معلومة أنا بديها لك خلاص بضربك على انك انت تدور على مصادر المعلومات المطبوعة والغير المطبوعة وتحللها وتصل الى خاتمة ونتائج دروس مستفادة تمام وهي عادة بيكون من عشرة الى اربعين صفحة أنا وفرت عليك لا يقدل عن سبع صفحة في بقى عندي رقم اتنين اللي هي البحوث المتقدمة على مستوى رسائر الماجستير اللي هي المستر بقى وهي عبارة عن بحث طويل طويل جدا وبينقسم لأبواب وبيسام في اضافة شيء جديد في موضوع الاختصاص تمام طبعا رقم تلاتة هنتكلم عنها برضو في بحوث اللي هي بحوث الدكتوراه بحوث الدكتوراه طبعا متعمقة اكتر من الماجستير انت بقى بتضيف الجديد اللي عندك انت ضفت ايه عندك بقى جديد غير الماجستير اللي انت بتبحث فيه تمام تعالك خش على الشريحة اللي بعدها هنتكلم بقى عن خطوات كتابة البحث العلمي القصير طبعا اول حاجة بتخطر على بنا هو اختيار موضوع البحث طبعا الطالب المبتدئ هو بيتعب شوية في موضوع البحث ولكن احنا بنوفر عليك احنا كدكترة وكاسدزة احنا بنقول لك خد موضوع البحث ده وتقصي عنه المعرفة طبعا نشوف اختيار موضوع البحث قد يكتشف الطالب المبتدئ في البحث ان هذه الخطوة تعد اشد الخطوات صعوبة مبدئيا يكون البحث حرا في اختيار اي موضوع ودراسته حسب المنهج الذي يبدو له اكثر ملاءمة للاجابة على جميع الاسئلة التي تخطر على باله بما ان اغلب الابحاث التي يقوم بها طلبة الجامعات وخاصة في المراحل الجامعية الاولى هي ابحاث من اجل اكتساب مهارات البحث فيأتي اختيار الموضوع عادة من اقتراح الاستاذ او الدكتور الذي يعطي هذه المادة زي ما انا قلت لك ان الدكتور هو اللي بيدي لك العنوان ومن خلال ذلك انت اللي بتدور على المصادر البحث وبتدي لي معلومات وفية عن هذا الموضوع من خلال اصارة موضوع في محاضرة او لقوف عليه خلال المطالعة واقول لك روح مثلا المكتبة روح الموقع الفلاني دور على القوميس دور على الموسوعات دور على المقالات دور على المجلات دور على المصادر الالكترونية وهكذا أنا كده بدي لك عنوان وبقول لك انطلق بقى من حيث المصادر اللي أنا قلت لك عليها ديت طبعا ده اللي أنا بقول لك عليه حالان ده موضوع بحسنة ده موضوع اللي بقول لك اشتغل عليه اديت لك موضوع اديت لك أربع مواضيع اختر منهم موضوع ابدأ انطلق بقى في الكتب وفي الفهارس وفي الموسوعات وفي المصادر الالكترونية إلى آخره تعالنا ننتقل لشريحة أخرى زي ما كنتنا رقم واحد على اختيار موضوع البحث إن رقم اتنين هو جميع تجميع أنا آسف وتنظيم الأفكار تعالنا نجمع الأفكار وننظمها بعد تجميع ما يكفي من المعلومات حول موضوع البحث يتم ترتيب بطاقات البحث حسب تسلسل الأفكار الرئيسة بعد ذلك يصبح الباحث ملمن نوع ما بنواحي موضوعه وبناء عليه يضع خطة أو هيكلا عاما مؤقتا لبحثه يراعي فيها الترتيب المنطقي المتسلسل والترابط بين أجزاؤه ويختار له عنوانا مختصرا واضحا على أن تكون هذه الخطة خاضعة للتعديل من حسبة وإضافة فيما بعد ثم يبدأ بكتابة البحث بروية وضقة كمسودة أولى يعني حضرتك أنا قلت لك عنوين البحث أنت تبدأ تجمع الأفكار وتبدأ تجمع المعلومات مثلا هتكلم عن الطاقة القهربية تبحث عن أفكار عن الطاقة القهربية وتبدأ تشوف الطاقة القهربية بتتكلم عن إيه المولدات القهربية بتتكوم من إيه أنواحها إيه المحركات القهربية أنواحها إيه وتبدأ تلم معلوماتي يعني معنى صح بتعمل مسح شامل للمعلومات اللي أنت حتى تناولها خلاص تبلورة الفكرة عندك هتبدأ تعمل خطة وهيك العام هتكتب إيه هتبدأ تكتب إيه في الأول هتبدأ تكتب إيه من البداية هل هتبدأ بالمولدات ولا هتبدأ بالطاقة القهربية ولا هتبدأ بفوائد الطاقة القهربية ولا كيف ان تجد طاقة القهربية هتبدأ انت حضرتك اول ما هتقرأ وحتستفاد الموضوع كله هيتبلور في ذهنك وحيبدأ الموضوع يكون سهل ومتضح يبقى دي تجميع وتنظيم افكارك تعال نشوف رقم 3 ايه هنتكلم عنه اولا هنتكلم عن اجزاء البحث الرئيسة اي بحث في الدنيا بيتكون من ايه اول حاجة انا ممكن يكون الخط صغير بس معلش استحمل لي اول حاجة المقدمة المقدمة هتتقسم للتلات اقصم يبقى حضرتك في بداية البحث هتكتب المقدمة خلي بالك قبل المقدمة في غلاف الفيرس ايه هو الفيرس او الاندكس الفيرس اللي هو كل عنصر قدامه صفحة كذا انا اتكلمت عن نطاقة القهربية قدامها صفحة كذا اتكلمت عن الموالدات القهربية قدامها صفحة كذا اتكلمت عن المحركات القهربية قدامها صفحة كذا هي ديها تسمع الفيرس قبل المقدمة بعد كده طبعا دي بيبقى اخر حاجة بتتعامل حاجة. بس قبل ما تكتب الفيرس ستعني نتكلم على الوراء الاولى هي المقدمة. المقدمة بتنقسم الى تلات حاجات. اولا تقديم وتحضير القارئ لفكرة البحث. زي مسلا احضر لفكرة بحسي. ابدأ اقول لا احد ينكر مسلا احضر لك عنوان البحث بتاع الطاقة القهربية. اقول لك لا احد ينكر دور الطاقة القهربية في الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها في جميع مناحي الحياة. وما لها من دور في صناعة المولدات والمحركات القهربية. يبقى انا اذا احضرت الفكرة بتاعت البحث. رقم اتنين في المقدمة استعرض بقى فكرة البحث بتاعتي ووجهة النظر بتاعتها. زي مثلا اه هذا البحث سيثبت ان الطاقة القهربية يمكن انتاجها من تحولات عدة طاقات اخرى. وبدورها يتم اختراع المحركات القهربية والبولدات القهربية التي لا فوائد قد تشمل شتى نواحي الحياة. وسيكون تركيز هذا البحث على المجال الدراسي والطلبة الجماعيين. يعني هتشوف بقى ما يفيد الطالب الجميع وما يفيد المجال الدراسة بتاعنا. رقم ثلاثة في المقدمة هنستعرض الطريقة او الافقار التي من خلالها ستثبت وجهة النظر. طلبة ان تكون اللي انبقى عن النقاط الاسئة اولا. يعني حبدأ اعرف ايه هي الطاقة القهربية. وكيفية انتاج الطاقة القهربية. تبدأ كده تكتب كده في المقدمة. الطاقة القهربية ولا يقعد ينكر كزا وهي مثلا الطاقة القهربية ممكن تنتج من طاقات اخرى. تكتب مواضيع عامة. مواضيع انشائية عامة. هتبدأ تكتب مواضيع انشائية عامة. مش هتكتب الفكرة الرأسية. لا بتبدأ تكتب حاجات كده ايه. زي مثلا كده تمهيد. انت بتمهد للموضوع اللي هتتكلم عليه باستفادة. خلاص. اه وتأثيرها في الحياة المعاصرة. بعد كده هتتكلم هتقول المحركات القهربية. وتركبها وانواعها. يعني هتقول سأتناول المحركات القهربية من حيث تركبها وانواعها وفكرة عملها. وما المولدات القهربية. وساهم العلماء في تقنيات حديثة. وضيفة الى هذه التطبيقات اللي هي المولدات والمحركات والانواع الحديثة منها. افقار عامة. ما تكتبش المعلومات الكبيرة. ده المقدمة. وخلي بالك. المقدمة افقار عامة عن الموضوع. لا يقل عن نصف صفحة. ولا تزيد عن صفحة. مثل الطريقة السابقة اللي قلت لك عليها. يبقى لما تيجي تتكلم. ما تتكلمش باستفادة في المقدمة. لا ابدأ اولا هتكلم عن كذا. وهتكلم عن فويت كذا. وهتكلم عن الطاقة القهربية وانتجاتها كذا. حاول تنشع الخطوات اللي انا كاتبها لك. خلاص? انت تقدر تكبر الصورة بقى برحتك في الفيديو وتشوف الصحة ايه وتعمله. تمام? تعال انا تناول شريحة اخرى من اجزاء البحث الرأي. خلاص احنا بدأنا نتكلم عن المقدمة. تعال بقى المتن او المحتوى. الكونتنت بتاع البحث بتاعك. الكونتنت بتاعك هيوكل. ده قسم الرئيس بتاع البحث ده بقى اللي انت بتكتهيت فيه. مش انت حضرتك جمعت معلومات. وبدأت تدور على مصادر معرفة. خلي بالك كل معلومة بتبحس فيها عن جوجل. مسلا تكتب اسم الموقع اللي انت بحست عنه. ده دورت في الكتاب معين. وكتبت اللي انت بحست عنه. تقول مسلا انا بحست في المعلومة دي فرقة كده مسودة خارجية كده. انا بحست في الكتاب عشان ده خلي بالك. هتستفيد منه في كتابة المصادر والمراجع. تمام? فانت تبدأ تدور في المعلومة بتاعتك. وتحطها كده على جنب. المعلومة دي بتاعت الموقع الفلاني. المعلومة دي بتاعتك هي كتاب الفلاني. باسم المؤلف الفلاني. وهكذا. يبقى المتن والمحتوى هو بقسم الرئيسي من اي بحس. ويمثل جوهر الموضوع. لانه يحول قسم الاكبر من المعلومات التي جرى عرضها على هيئة عناصر. انت طبعا قلاص قسمت البحس بتاعك عناصر. وتكلمت عنها في المقدمة. يعني مسلا الطاقة القهربية بتكتب فيها ما جمعته بقى من معلومات. انت جمعت عن الطاقة القهربية معلومات كتيرة جدا وكيف تتحول وكيف تنتج وكيف كيف كيف كيف. وبتتحول منطقة ايه وفيديتها ايه. تكلمت عن جميع الطاقة القهربية ممكن ياخد معاك اربعة سفح لواحدة الطاقة القهربية معلومات كتيرة جدا. وكل معلومات من مصادرها وكل معلومات من مراجحها لازم تكتبها. خلاص فقرة فقرة تكتب مراجحها ايه عشان ده كل ده خيتضم ورا. انا مش بقول لك بقى seriously بقى وتكتب بقى الفقرة دي رقم واحدة مش هشق عليه. لا انا عايزك بس المراجع تكتب ورا مرة واحدة. انا مش هقول لك اسم فقرة فقرة كانت ايه وتقول لي واحد اه في المصدر ورا رقم واحد كان المراجع بتاع. لا المراجع عامة. خلاص? المولدات القهربية هتبدأ تدور عليها وتكون معلومات المحركات القهربية تبدأ تدور عليها وتكتب عنها معلومات ما تنساش تكتب المصادر بتاعتها على جنب عشان هتحطها في المراجع. وهكذا هو ده المتن والمحتوى. المتن والمحتوى انا مش عارض الله يقل عن سبع صفحة. يعني انت اه هتتلاقي معلومات كبيرة جدا في المواقع الانترنت وحتتلاقي في الكتب وحتتلاقي في كتاب الفيزياء بتاعنا كلام كتير جدا. ويا سلام لو وصقت شغلك بالرسومات ووصقت شغلك باراء العلماء وهكذا وهكذا وهكذا. هنستفد كتير وحتفيدنا كتير وانت هتستفد اكتر. طيب تعال نشوف الشريحة اللي بعدها بعد المتن والمحتوى. بدأت تخلص المتن والمحتوى تعالى بقى نتكلم عنها العنصر الاخير وهي الخاتمة. الخاتمة في البحث مهمة جدا. الخاتمة يعني انت مش مقرد ان انت ناقل للمعلومة. مش مقرد ان انت بتجمع معلومة وبتكتب مصادر المعلومة وخلافه. لا. مهم جدا ان انت تطلع جملة استنتاجية بتشوف فيها الفقرة الرئاسية للبحث بتتكلم عن ايه. وطبعا الجملة الاستنتاجية هي من تأليفك انت. مما سبق تقول كده مما سبق ممكن استنتاج ان الطاقة القهربية مكنت جميع البشر من القيام باعمالهم اليومية بشكل اسهل. وتبدأ تتكلم بتأليفك انت. مما جمعت وانت لازم تبرز شخصيتك في هذا البحث. رقم اتنين انك تذكر الاشياء التي ساعدتك لبلغ ذلك الاستنتاج بمعنى ايه? بمعنى ان انت تقول مسلا التطبيقات التي اعتملت عليها الطاقة القهربية في صناعة الاجهزة والمحركات والمولدات وهكذا. وتقول مسلا عبارة تفاؤلية في الاخر. مسلا انظر العلماء في تحسين الطاقة القهربية وكيفية انتاجها بطريقة مستحدثة ونظيفة للبيئة. وتبدأ تتكلم بقى انت بقى تعبك كأنك بتكتب موضوع تعبير. انت كنت بتكتبه فاكر طبعا السنوات الاعدادي والابتدائي والسنوي. انت كنت بتكتب موضوع التعبير بتاعك. انت تكتب بقى الخاتمة بتاعتك من تأليفك انت ايه اللي انت استفدته من تجميع المعلومات اللي انت كتبتها. انا كتبك في الاخر ملحوظة الخاتمة من تعبيرك. انت واستخلاصك للافقار التي جمعتها وهي لا تقل عن صفحة. انا مش هقول لك تزود. خلاص? لا تقل عن صفحة. وطبعا كده يكون انت خلصت المقدمة. خلصت المحتوى. وخلصت الخاتمة. تعالى بقى نتكلم اخر عنصر ونهائي اللي انا قلت لك في النهاية ان انت بتعمل المراجع. بتجيب المصادر والمراجع من الانترنت او من الكتب اللي انت قرأتها. المفروض بقى انت حضرتك كده كون خلصت البحس بتاعك فانت بتعمل الوقتي قائمة المراجع اللي هو بقى انت بتعملها قائمتين. في بقى طبعا القائمتين بتاعتنا بتبقى قائمة باللغة العربية والتانية باللغة الانجليزية. بما ان حضرتك مش هتكتب باللغة الانجليزية فهنخليها قائمة باللغة العربية. وهنخليها برضو مواقع مراجع الموقع الالكتروني او المراجع الالكترونية اه ومواقع الانترنت على حدة تمام اللي هي بقى وتشمل القوان بقى الكتب والمقالات واي مصادر اخرى استخدمتها في كتابة البحث. هتوسق المرجع ازاي? هتكتب اسم المؤلف بتاع الكتاب العام اللي بتاع الكتاب اسم الكتاب دار النشر الدولة. يعني مثال بسيط انت مسكت مسلا كتاب الفيزي بتاعنا تلقيت فيه المؤلفين. اكتب مسلا كده احمد محسول عبدو وهبا المصري ودكتور رحيسا بحيري واخرون. ماشي? وتكتب السنة الفين وعشرين الفيزياء للمعاهد الفنية الصناعية. اسم دار النشر. هتتلاقي مكتوب اسم دار النشر ومش مكتوب خلاص. تكتب مصر وخلصت خلاص. لو انت كده وصقت معلومتك من كتاب الفيزياء. شفت كتاب اخر تكتب اسم المؤلف. السنة. اسم الكتاب وهكذا. وتكتب دار النشر او البلد اللي انت شفت فيها. لو انت بحست على الانترنت. تكتب كده متاح عبر الموقع الالكتروني. ونكتبت لك اسمه موقع كده ايه. اي حروف وخلاص. دوتكم. طبعا انت بتجيب البحث بتاعك. الموقع بتاعك هتتلاقي مكتوب في الادرس بار بتاع صفحة الانترنت. هتتلاقي مكتوبة فوق. وانت كده يعتبر انتهيت من البحث بتاعك. الموضوع سهل جدا. الموضوع بسيط جدا. انت ما عليك اللي انت بتجمع مصادر معرفة. احنا بنضربك تدريب اولي على كيفية تجميع المعارف والمعلومات. ان شاء الله بازن الله دخلت كلية. انت هتبدأ وكملت بقى ماجستير ودكتوراه. هتبدأ تعمل البحث ده على توسع. انت اللي هتجيبي العنوان. وانت اللي هتبحث عن مشكلة وحتحلها وحتطبقها وحتبق الموضوع باوسع. لكن انا بعلمك بدايات. بدايات تناول البحث الهلمي. اشكركم ويا رب يكون المحاضرة مفيدة لكم بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.